كان عليه من الوزري مثل أوزار من تبعه لا ينقس ذلك من أوزارهم شيئا وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزيرون فهؤلاء يحملون أوزارهم يحملون إثم معاصيهم وسيئاتهم ويحملون أيضا من أوزار الذين هم يضلونهم بغير علم قال الله ألا ساء ما يزيرون وكذلك قال الله جل وعلا وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالَ مَّا أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ فدل هذا على أن بعض الناس يحمل أثقاله من أوزاره ومن أوزار الناس الآخرين أنا أمثل على ذلك بمثال أحيانا ألقي محاضرة في بعض الثانويات الطلاب فأقول لهم يا شباب لو أن أحدا منكم أخذ علبة السجائر الدخان ثم فتح العلبة وفيها عدد من السجائر وبدأ يوزعها على زملائه فإنه إذا انتهوا يكون عليه هو إثم سجارة واحدة يكون كل واحد عفوا عليه إثم سجارة واحدة إلا صاحب عليه إثم بعدد السجائر التي دخنوها لأنه هو الذي دعاهم إلى هذه المعصية والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تابعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا دل هذا أيها الفاضل على أن الإنسان ينبغي أن ينتبه لهذا وأن ينتبه لقلبه وأن يحذر من أن يفسد عليه أحد قلبه وكذلك ينبغي أن نكون مفاتيح للخير لما مفاتيح للشر ينتبه الإنسان إذا ابتليت بمعصية وإذا ابتليتي أنت يعني إنسان يدخن إنسان عنده علاقات محرمة سواء بنت مع شباب أو شباب مع بنات أو إنسان عنده مثلا فلاش ميموري فيه عدد من الأمور المحرمة أو عنده في الجوال بلوتوثات فيها أشياء محرمة انتبه لتكن داعية لغيرك للوقوع فيها لأنك ستكون مثل إبليس إبليس لما طرده الله تعالى من رحمته وقال له جل وعلا وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين ما قال إبليس يا ربي أستغفرك وأتوب إليك لا قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين يا ربي مثل ما أنا فست سوف أفسد الناس أنتبه لتكن مثل إبليس بل ينبغي على الأخت زاه الله خير التي سألت أن تحاول أن تكون مفتاحا للخير أن تنبه هؤلاء البنات التي يقعن في أنواع المعصية ويدعين غيرهن الوقوع فيها أن تنبههن إلى عظم وحرمة ما يفعلن وأنها ربما ابتلاها الله تعالى بأنواع البلاء بسبب ذلك